ازيك يا دكتور أم؟ ازيك يا أحساني، أهارك جمال الحمد لله رحالي وحشتيني والله وانتي كمان جدا بحبك أنا في القصص دي اه ايه رأيك في القصص بتاعت النهار دي؟ القصص دي أنا هتدي معاها كي من الآخر لا أنا عايزة بنقم الأول ليه بس عايزة أقول كده عشان تسمعي من هي حاجة عمرك في حياتك ما أسمع لتيا أنا مستنية حتى مرضتش أسألك قبل ما نصور صحيح اه بصي بقى أنا عمري في حياتي يعني هاي بتقول في الآخر حنعمل إيه؟ أنا عمري ما قلتلك طلاء صح؟ اه عمري عمري وخصوصا لأنت المدمن بتديره فرصة الوحيدة اللي ممكن تقولي هجرب يروح ما صحة ونشوف لكن في الحالة دي وخصوصا لو فيه أطفال بس في الحالة دي أنا شايفة إنه لازم يحصل طلاء ليه يا أمل؟ يمكن يرجعوا تاني ليه يا أمل؟ ليه بقى نبتزي الحلقة أمل من الأول يلا يا أمان يلا أنا موافقة بس أنا كان لازم أقول كده لأنه فعلا القصة أنا قدتها مرة واثنين وثلاثة فيه حاجات دي علاقة بالثقافة والعقيدة وشوية تفاصيل كده مش حينفع تتصلح بمعنى أولا أنا سالوها سعبان علي جدا جدا دي ضحية ضحية مجتمع وضحية ظروف وضحية الثقافة بصراحة ثقافة سفر مش عايزة أقول حاجة أتحاسب عليها بس منه ثقافة يعني إيه؟ لمين؟ ثقافة مين؟ ثقافة في الأهل ولا في الولا فأنا بس أخوها كان معارضة واحدة متعلمة وعندها واحد وعشرين سنة تتجاوز واحد أجور منها بسبعتاشر سنة تخيالي ما تعرفوش مع إنه ابن عمتها وهو مع التدائية أنهي شرع وأنهي دين يعني ما هو الشرع والدين بيعلمونا التكافؤ يعني ده جواز عقل المفروض صح؟ فجواز العقل ده بيتبني على منطق لازم يكون فيه تكافؤ ليه أخوها ما كانش موافق؟ لأن طبعا واضح اللحيد العقل في العيلة دي أخوها اللي يجذب في سنه ويجذب في حاجة تانية؟ الأول جوازة تبنت على عدم تكافؤ دي نمرة واحد بس ليه إحنا مش دايما بنقول لازم يعمل لا تكافؤ في السن ولا تكافؤ معارفة كرة ممكن لو كان أكبر منها بعشرين سنة بس الاتنين متعلمين كانت ممكن الدنيا تمشي بس أحيانا الجوازات دي بتنجح لو في قرية من الكرة أحيانا بقى مش هينفع نقول أحيانا الستة هي اللي بتربي فبيقول لك مش مهم والراجل بيجيب فلوس فهو هينت قضيك عشان يتكلمه ويبقى فيه لغة حوار مش خرص زوجي فين الحياة؟ هو ربنا أنا دايما سندي ربنا طبعا سبحانه وتعالى فلما معروض أن أنا أقول حاجة أتسند عليها بقوة بلجأ للقرآن تمام؟ فربنا أقام الحياة الزوجية على إيه جماعة وجعلنا بينهم مواد ورحمة فاناشي هنتكلم على مقاومات الزوج ما هو ممكن يبقى طايب جبناه شوكولاتة؟ دور الأهل سالي هو إيه جب لي شوكولاتة دي؟ دور الأهل دي طفلة دلوقتي من البيانات من القصة اللي تقالت عن مقدمة كده عن البطلة بتديكي معلومة أنها ما عندهاش خبرة في أي حاجة في الدنيا ما راحتش في حتة ما عندهاش أصحاب ما بتشوفش عيلتها لأنه الحاجات دي هي اللي بتعمل بتخلي الحياة تمشي بمعنى أنا لو عندي أخت قريبة مني لو عندي صديقة أو جارة قريبة مني لو عندي خالة من سني لو عندي عامة من سني فالناس دي بتيجي تزورنا مرة في الأسبوع واحنا بنزورهم مرة في الأسبوع هبيكون في حياة لأن الناس اللي بتعيش في القرى ما عندهمش الفسح بتاعتنا ما عندهمش الفسح اللي في القاهرة اللي في مصر يبقى عندها حد تتكلم معي تبادل ثقافات عشان كده قررت أنا مش عايزة دويش أهلي بمشاكلي بالزبط فهي واحدة ما عندهاش أي خبرة في أي حاجة في الحياة قروا لها ابن عامتك الراجل كده من أول يوم يعني أنت كبير والبعيد كداب إيه الصفات دي